سائل لم يذكر اسمه ولم يرمز له يقول وقعه بعبارة الفقير لله تعالى يقول طفت طواف العمرة سبعة أشواط فشككت فيه فزدت شوطا واحدا ثم سعيت سعي العمرة فشككت فيه فزدت شوطين ثم طفت طواف الحج سبعة أشواط فشككت فيه فزدت واحدا وسعيت للحج فشككت فيه فزدت شوطين فهل عملي هذا صحيح وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا يظهر من عمل هذا السائل أنه مصاب بالوسوس ولكن الطائف والساعي إذا شك في عدد الأشواط فإنهما يبنيان على اليقين وهو الأقل ويكملان على هذا الأساس أما إذا كان مصابا بالسكوك والأوهام فإنه لا يلتفث إليه نعم